قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازاريني إن أكثر من مليون شخص معظمهم نزحوا عدة مرات اضطروا إلى الفرار مرة أخرى بحثا عن الأمان وأضاف لازاريني أن جميع مراكز الإواء الـ 36 التباعة لوكالة الأونروا في رفح الفلسطينية أصبحت شاغرة الآن لفتا إلى أن إمدادات الوقود آخذة في النفاد وقال المفوض الأممي إن الأونروا سمح لها باستقبال نحو 450 شاحنة في الأسبوع الثلاثة الماضية لدعم العملية الإنسانية لفتا إلى أن ذلك يمثل شيئا لا يذكر في مواجهة الاحتياجات الكبيرة